موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخواني الكرام يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مدح عثمان وذم من ينتقصه يقول رحم الله أبا عمر كان والله أفضل البررة هجادا بالأسحار كثير الدموع عند ذكر النار نهاضا عند كل مكرمة سباقا إلى كل منحة حبيبا أبيا وفيا صاحب جيش العسرة خت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صهرة منسيبة أعقب الله على من يلعنه هذا بن عباس يقول أعقب الله على من يلعنه لعنة الملاعين إلى يوم الدين هذا بن عباس يقول رضي الله عنهما حبة الكرام لازمنا نتحدث عن الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن أسرته الطيبة حديثنا اليوم عن بعض أولاده فقد كان رضي الله عنه له من الأبناء تسعة ومن البنات سبع أول أبنائه عبد الله الأكبر كان من زوجته رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قبل الهجرة وبعد الهجرة كما ذكرنا في المدينة نقره الديك في وجهه قرب عيني ما أخذ مكان نقر الديك يتسع حتى مات رحمه الله في السنة الرابعة للهجرة كان عمره ست سنوات من أبناء عثمان رضي الله عنه عمر وهو أكبر الأولاد أمه زوجة عثمان أمه عمر بن جندب وهو من كبار التابعين ثقات له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في خلافة عمر بالخطاب رضي الله عنه لكن من أشهر أولاد عثمان رضي الله عنه ابنه أبان الإمام الفقيه الأمير أبو سعيد أبان بن عثمان ابن عفان القرشي الأموي المدني ولد في المدينة رضي الله عنه حوالي سنة عشرين للهجرة أمه هي أم عمر بن جندب كما ذكرنا ابن عمر الدوسي رضي الله عنه نشأ وتعلم رضي الله أبان في كنف أبيه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث الصلاح والتقة أثر فيه بيت الإيمان كبرى وترعرع في بيت الإيمان تفتحت نسائم بصيرته الإيمانية والعلمية منذ الصغر ليصبح من خيرة الأبناء الصالحين حتى أصبح من كبار فقهاء التابعين وعلماء المدينة المعدودين يقول عمر بن شعيب ما رأيت أعلم منه بالحديث والفقه ما فيه يقول ما عمشت واحد أعلم منه بالحديث والفقه كان عالما تقيا ورعا يقول بلال بن أبي مسلم رأيت أبان بن عثمان بين عينيه أثر السجود قليلا أبان هذا ابن عثمان رحمه الله من أعلام رواة الحديث الشريف كان الثقة حديث له رواها عن أبيه رضي الله عنه وعن غيره من كبار الصحابة مثل زيد بن ثابت وعسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا يقول العجلي عنه مدني تابعي ثقة من كبار التابعين وقال بثقته بن حبان ويروي عن أبيه كان أعلم الناس بالقضاء أعلم الناس بالقضاء أبان روى عنه الزهري روى عنه مسلم في صحيحه ترمذي أبو داود وابن ماجه في حديث صحيح الترمذي عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبان ابن عثمان قال سمعته عثمان بن عفان رضي الله يقول عن أبوه يقول رسول الله صلى الله عليه شفوا 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 القدر لما ينفد شفوا القدر لما يسير كان يقول أبان ابن عثمان سمعت من أبوي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يقول في صباحي كل يوم ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمي العليم ثلاثة مرات لم يضره شيء بعدين أصيب بالفالج الشلل من أشد أنواع الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث شوفه صاب فالج شوفه متحجب اش قال لي على شنو في نفسه قال ما لك تنظر إليه ليش تشوفني ليش تطالعني الشكل فوالله ما كذبت على عثمان اللي هو أبوه ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم لكن اليوم اللي أصابني فيه ما أصابني الفالج الشديد هذا يقول غضبت ذاك اليوم فنسيت أن أقول بسم الله الذي لا يضر ما عسمي شيء في الأرض ولا في السماء يقول لي سيت وصبت قدر ماشي وفد أبان ابن عثمان على عبد الملك ابن مروان فوالله عبد الملك مروان على المدينة سنة 75 للهجرة إلى 83 تقريبا سبع سنين وحج بالناس من المدينة سنتين سنتين توفي في ولايته في المدينة جابر بن عبد الله ومحمد ابن الحنفية ابن علي رضي الله عنه فصلى عليهما بالمدينة وبعد أن عزله عبد الملك اللي ما أصيب فيه من الفالج ومن الصمم وغيره يقول خارج ابن الحارث يقول كان بإبان برص وضح سمونا وضح قبل كان فيه برص كثير لكن كان يخضب مواضع البرص لفييده وما يخضبها في وجهه ظل وجه كما هو ومثل ما ذكرنا وصيب فيه آخر حياته بفالج شديد لدرجة أنه كان يؤتى به إلى المسجد مسجد المدينة محمولا على محفة عربة توفي أبان ابن عثمان رضي الله عنه وعن أبي في خلافة الخليفة الأموي يزيد ابن عبد الملك في سنة مئة وخمس للهجرة رضي الله عن عثمان وعن أولاده وعن زوجاته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته